السلام عليكم هناك الكثير من الشراح الذين يتفننون أكثر من لازم ومن الأمثلة على ذلك أنك تستمع إليهم وهم يقترحون عليك طرق لإجبار الجهاز العامل بالأيو اس أو أن كان آيباد أو آيفون على إعادة تشغيل نفسه ففي الأجهزة القديمة وأتعمد أن أذكر هذا لأعطي البديل الأسهل منه بعد قليل في الأجهزة القديمة اضغط على زر الهم مع زر الطاقة لمدة كذا ثم اضغط على وأيضا في الأجهزة الجديدة اضغط على زر رفع الصوت ثم خفض الصوت ثم زر الطاقة في حين أن هناك خاصية في نظام الأيو اس تكفينا كل هذا وتجعلنا نقوم بهذه العملية اللي هي إعادة تشغيل جهاز بأسهل ما يكون فكيف السبيل إلى إعادة تشغيل الأجهزة العاملة بنظام الأيو اس من آيفون وآيباد ندخل إلى الإعدادات ثم ننزل إلى تسهيلات الاستخدام ثم ننزل إلى اللمس أول عنصر فيه هو الأسيستيف توتش التي سبق أن أفردت لها شرحا تحدثت عن أزيد من 30 مهمة يمكن أن تقوم بها هذه الأسيستيف توتش ولكن اليوم ما يهمنا منها كيف نعيد تشغيل الجهاز بضغطة مطولة إذن بعد أن دخلنا إلى الأسيستيف توتش ننزل حتى نجد إجراءات مخصصة أكسيون برسوناليزي أفضل أن نختار الإجراء الثالث لسهولته على أنني أستطيع أن أختار الإجراء الأول أو الثاني إذن في هذه الإجراءات المخصصة الإجراء الثالث معناه ضغطة مطولة ماذا تريد أن تحقق لك بالنسبة لي اخترت في الضغطة المطولة إعادة تشغيل كيف أعيد تشغيل الجهاز لاحظوا لن أتمكن طبعا من إعادة تشغيله ولكن سأضغط ضغطة مطولة تجعل نافذة إعادة تشغيل تظهر أمام قم العين يعني لا مجال لتشكيك في هذه الطريقة إذن ضغطة مطولة لاحظوا وها هي النافذة تخيرك بين إعادة التشغيل أو الإلغاء وهكذا تحقق بسهولة ما يقترح عليك الغير بصعوبة وربما سبب إضرارا بأزرار جهازك ترجمة نانسي قنقر